السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من ملتقى الفكر الإسلامي والذي يأتي برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذه الحلقة نتحدث عن فضل الصيام وفضل هذا الشهر المبارك شهر رمضان كل عام وحضرتكم بألف خير والحقيقة إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين كما أخبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام شهر رمضان المبارك وركن أصيل في الإسلام وأيضا الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة والحقيقة لا يكتمل الإسلام المرء إلا بها والحقيقة لو تحدثنا أكثر عن الصيام ليس فقط امتناع عن المأكل والمشرب ولكن نتذكر حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش في هذه الحلقة سنتحدث عن أمور كثيرة جدا سنتحدث عن المدرسة الروحية التي نتمتع بها في هذا الشهر المبارك نتحدث عن نواحي كثيرة جدا من نواحي الإحسان والبر وأيضا الرفق بالمساكين وتقديم كل ما هو خير في هذا الشهر المبارك أتشرف بوجود ضيوفي الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزر الشريف وأيضا دكتور صبري الغياتي مدير الدعوة بمدرية الأوقاف بالجيزة أهلا بحضراتكم كل عام وحضراتكم بأنف خير سؤالي للأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز في الحديث عن فضل هذا الشهر المبارك الذي كرم فيه الله عز وجل الصيام بنزوله في شهر رمضان شهر القرآن الكريم وأيضا كرم الصائمين بباب في الجنة وهو باب الريان كيف نتحدث عن فضل شهر رمضان المبارك وفضل الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق فأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا خلق الإنس والجن لعبادته وعنت الوجوه لعظمته وخضعت كل الخلائق لقدرته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار والأخيار أكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار أمرنا المولى تبارك وتعالى بالصلاة عليه تعظيما وتكريما له فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين صلاة نسعد بها في الدنيا والدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين ثم أما بعد فمن المعلوم لدينا جميعا أن المولى تبارك وتعالى فضل بعض الأيام على بعض وبعض الليالي على بعض وبعض الشهور على بعض لا لميزة في الأيام ولا في الليالي ولا في الشهور على غيرها ولكن هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء وما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقد لفت المصطفى صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى هذا الأمر في حديثه الذي قال فيه إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها وإذا تأملنا أيها الأحبة في الأيام والليالي والشهور التي فضلها المولى تبارك وتعالى على غيرها ودعل فيها من النفحات ودعل فيها من البركات وجدنا الكثير والكثير فالمولى تبارك وتعالى فضل من الأشهر الأشهر الحرم وقد ذكر المولى تبارك وتعالى ذلك في كتابه عندما قال إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وفضل المولى تبارك وتعالى أيضا من الأيام كما نعلم جميعا يوم الجمعة ذلك اليوم الذي خلق الله فيه آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولن تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وفيه ساعة كما نعلم لا يصادفها عبد مؤمن قائم يدعو المولى تبارك وتعالى بخير إلا استداب المولى تبارك وتعالى له وفضل من الليالي الكثير والكثير ففضل ليلة القدر على غيرها وقد بيّن المولى تبارك وتعالى فضل هذه الليلة عندما أنزل تلك الصورة في القرآن الكريم التي تتحدث عن فضلها ومكانتها ومنزلتها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وبناء على ذلك أيها الأحبة إذا سرنا على هذه القاعدة وهي أن المولى تبارك وتعالى فضل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض رأينا أن المولى تبارك وتعالى فضل شهر رمضان على غيره من الشهور وذلك لمزايا كثيرة وخصائص كثيرة دع لها المولى تبارك وتعالى في هذا الشهر دون غيره وأعطاها المولى تبارك وتعالى للأمة دون غيرها من الأمم حتى تعلم هذه الأمة أن المولى تبارك وتعالى أكرمها بهذا الدين وأكرمها بالمصطفى صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فالمولى تبارك وتعالى أعطى الأمة الإسلامية في شهر رمضان من الخصائص ومن الفضائل الكثير والكثير ومن هذه المزايا والفضائل التي يتميز بها هذا الشهر الكريم عن غيره أن المولى تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم وأنزل المولى تبارك وتعالى القرآن فيه أيضا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في هذا الشهر الكريم المبارك لأننا عندما نقرأ في القرآن الكريم وفي آياته المباركة نجد هذه الآيات الثلاث التي يحدثنا المولى تبارك وتعالى فيها عن نزول القرآن فيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن خلال هذه الآية المولى تبارك وتعالى اختصه المولى تبارك وتعالى بأن أنزل فيه القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم وأيضا أنزل القرآن في من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في هذا الشهر المبارك كما ورد في الروايات التي تتحدث عن هذا الأمر وقد وصف المولى تبارك وتعالى الليلة التي أنزل فيها القرآن بأنها مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ووصفها بليلة الشرف وليلة القدر لهذه الأمة الإسلامية وسماها بهذا الإسم وأنزل سورة في القرآن تتحدث عنها وعن نزول القرآن فيها وهذا شرف ما بعده شرف ومنزلة ما بعدها منزلة ومكانة ما بعدها مكانة أراد المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا مكانة هذا الشهر ومنزلة هذا الشهر من خلال نزول القرآن فيه ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الحكمة من الصيام ومن نزول القرآن وربط بينهما في ذلك الحديث الذي قال فيه الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فانظر إلى حال المسلم وما ينبغي أن يكون عليه في هذا الشهر الذي فضله المولى تبارك وتعالى على غيره واختصه بنزول القرآن يجب أن يكون النهار في عباده والليل في عباده فلا ينبغي أن يتشاغل بأنواع المعاصي وبأنواع الملاهي ويبتعد عن القرآن ويفسد الصيام لأنه لو فعل ذلك خاب وخسر ولذلك من الفضائل التي أعطاها المولى تبارك وتعالى لهذا الشهر أنه نزل فيه القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا من خلال هذا الأمر احرصوا أيها الناس احرصوا أيها المؤمنون احرصوا أيها المسلمون على الصيام وعلى القرآن حتى يشفع لكم الصيام ويشفع لكم القرآن فتخرجوا من شهر رمضان وقد غفر الله لكم ذنوبكم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وقد يتساءل الإنسان لماذا أنزل المولى تبارك وتعالى القرآن على المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم المبارك كما وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال الإجابة على هذا التساؤل سندرك مزايا هذا الشهر وسندرك فضل هذا الشهر وسندرك هذه الأيام المباركة التي فيها من النفحات ما فيها وفيها من الفيوضات ما فيها وفيها من الخيرات ما فيها لأن المولى تبارك وتعالى جعل ملكا من الملائكة ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر في كل ليلة من ليالي هذا الشهر العظيم المبارك المولى تبارك وتعالى ينادي على المؤمن الصائم القائم الذي يذكر المولى تبارك وتعالى في هذا الشهر كثيرا والذي يقرأ القرآن في هذا الشهر كثيرا ينادي عليه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ابتعد عن الشر وابتعد عن الله وابتعد من المعاصي واغتنم هذه الفرصة لأنك لا تدري هل يأتي عليك شهر آخر من شهور رمضان تقبل فيه على المولى بالطاعة والعبادة أم لا لأن الحسنة فيه مضاعفة والعمل الصالح فيه مضاعف ولذلك أنزل المولى فيه القرآن نتساءل لماذا سندرك من خلال الإجابة على هذا التساؤل هذا الشرف وهذا الفضل الذي أعطي لهذا الشهر المبارك عندما نقرأ في آيات القرآن الكريم أيها الأحبة نجد أن الشهر الوحيد الذي ذكر بإسمه في القرآن الكريم هو ذلك الشهر وهذا الذكر لا بد أن نلتفت إلى أن من ورائه حكمة ومن ورائه هدف فالشيء الذي يذكر في القرآن الكريم أيًا كان هذا الشيء له مكانته وله منزلته وخاصةً تلك الأشياء المباركة فالقرآن ذكر والصيام ذكر والأنبياء قد ذكروا وبعض الصحابة قد ذكروا زيد بن حارسة رضي الله عنه ذكر في القرآن وهذا شرف ما بعده شرف هناك أشياء أخرى ذكرت لنأخذ العظة والعبرة منها وليس لها من الشرف شيء حتى نعلم أن الله عندما ذكر هذا الشهر بإسمه ليلفت أنظارنا إلى أن شهر رمضان سمي في القرآن بهذا الإسم من قديم الزمان لما له من المكانة ولما له من المنزلة ولما له من الفضل وما دام هذا الشهر قد ذكر بإسمه في القرآن الكريم فليحرص الإنسان على آداء العبادة فيه وعلى آداء الصيام فيه وعلى قراءة القرآن فيه وعلى كل الأعمال الصالحة فيه لأنه كما ذكرنا الأعمال فيه تضاعف الأعمال فيه تضاعف ولأجل ذلك ارتبط الصيام أو شهر رمضان بآداء ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصيام بني الإسلام على خمس كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا هذه هي أركان الإسلام التي لا ينبغي للمسلم إلا أن يأتي بها جميعا لا يقبل منه ركن دون آخر فالأركان وحدة واحدة لا بد للمسلم أن يأتي بها جميعا ولكن انظر إلى شهر الصيام يتميز عن غيره بأنه يؤدى فيه ركن من أول الشهر إلى آخره هذا لشهر الصيام خاصة فالشهادة يقولها الإنسان في أي وقت من الأوقات إذا أراد أن يدخل في الإسلام فلينطق بالشهادة ولا تأخذ منه هذه الشهادة وقت من الأوقات لا تأخذ منه وقتا من الأوقات بل يقولها في لحظات يسيرة وكذلك الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في أوقات محددة ويسيرة ولا تستغرق من اليوم والليلة إلا ساعات أو أقل من ذلك وانظر إلى الزكاة لا ترتبط بوقت من الأوقات إنما يؤديها المرء في أي ساعة من الساعات وكذلك انظر إلى الحد الحد أشهر معلومات ولكن مناسك الحد يؤديها الإنسان في أيام معدودات وفي أيام معلومات أما الصيام كما قال المولى تبارك وتعالى في حقه فمن شهد منكم الشهر فليصم والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فالمولى تبارك وتعالى جعل الصيام في شهر كامل يؤديه المرء حتى يكون في معية المولى تبارك وتعالى لأن الصيام ليس هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة فحسب بل الصيام أن يمتنع الإنسان في شهر رمضان عن كل ما يغضب المولى تبارك وتعالى لأن المولى تبارك وتعالى قال في آيات الصيام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فالصيام لا بد أن يحقق التقوى وإذا حقق الصيام التقوى فإن جنة الله أعدت للمتقين ولذلك شهر الصيام له من الفضائل والمزايا الكثير والكسير ارتبط آداء الصيام بشهر كامل من الأشهر التي فضلها المولى تبارك وتعالى على غيرها وعندما أيضا ننظر في فضائل هذا الشهر نجد بأن شهر رمضان قد حُبِّب فيه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الخلوة قبل أن تأتي النبوة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الوحي على نبينا صلى الله وسلامه عليه حبَّب المولى تبارك وتعالى إلى المصطفى الخلوة في شهر رمضان وهنا لن بغي على المرء أن يسأل لماذا هذا الشهر الكريم دون غيره الذي حبَّب الله فيه إلى نبيه البُعد عن الناس لماذا؟ لأن فيه من النفحات ما فيه وفيه من الفيوضات ما فيه وفيه من التجليات ما فيه فأيامه مباركة ولياليه مباركة ولذلك وجدنا في الحديث الصحيح أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبِّب إليه الخلاء أي حبَّب المولى تبارك وتعالى الخلوة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليبتعد الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضوضاء ويبتعد عن الناس ويتأمل في ملكوت السماوات والأرض ويتأمل في خلق الله ليصل من خلال هذا التأمل ومن خلال هذا الفكر أن هذا الكون له إله خالق رازق ولأجل ذلك وجدنا المولى تبارك وتعالى يشرع للأمة الإسلامية الاعتكاف في هذا الشهر حتى يبتعد الإنسان عن الناس ويبتعد عن ضوضاء هذه الحياة ويكون في تلك الأيام مع الله تبارك وتعالى وفي معية الله ليحظى بالفضل وبالخير الذي أعطاه المولى تبارك وتعالى لهذا الشهر العظيم المبارك فشهر رمضان أيها الأحبة له من الفضائل الكثير والكثير شهر يستجاب فيه الدعاء شهر يستجاب فيه الدعاء من فضائله ومن مزاياه التي أعطيت لهذا الشهر أن الدعاء لا يرد فيه أبدا دعاء الصائم يستجيب المولى تبارك وتعالى له لأن الصائم الذي امتنع عن الطعام وامتنع عن الشراب وامتنع عن الشهوة وامتنع عن كل ما يغضب المولى تبارك وتعالى في نهار رمضان وامتنع عن المعاصي في ليل رمضان لأنه بالنهار في عبادة وبالليل في عبادة إذا دع المولى تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يستجيب لدعائه ولذلك وجبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم وعد من هؤلاء الثلاثة الصائم حتى يفطر أرأيت هذا الفضل وهذا التكريم الذي أعطي لشهر الصيام وأعطي للصائمين في هذا الشهر أن دعوة الصائم يستجيب المولى تبارك وتعالى لها ولذلك في وسط آيات الصيام جاءت هذه الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الآيات التي قبل هذه الآية تتحدث عن الصيام وعن بعض أحكامه ثم بعد هذه الآية يكتمل الحديث عن بقية أحكام الصيام وفي وسط هذه الأحكام تأتي هذه الآية التي يقول الله فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فكأن المولى تبارك وتعالى يقول لنا اعلموا أيها الصائمون أنكم في معية الله ومع الله وأن شهر رمضان شهر يستداب فيه الدعاء فإذا صمتم رمضان وقمتم ليله ودعوتم المولى تبارك وتعالى في صلاتكم وفي عبادتكم فاعلموا أن دعاءكم لا يرد أبدا وهذه ميزة من المزايا التي أعطيت لهذا الشهر المبارك من مزايا شهر رمضان الكريم أيضا أيها الأحبة أن شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين بهذا أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين وقد تتساءل لماذا فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين حتى لا يؤثر عليك من الهوادس والوساوس التي يلقيها الشيطان إليك في غير رمضان من خلالها تقدم على معصية المولى تبارك وتعالى من خلالها تقدم على عدم طاعة المولى تبارك وتعالى فالمولى يقول لنا بأنني أعطيتكم في شهر رمضان ميزة من المزايا أن الجنة قد فتحت أبوابها وأن النار قد غلقت أبوابها والشياطين قد منعتها عنكم من الوسوسة ومن أن تخبركم بشيء لا ينبغي أن تقوموا به ولذلك حرصوا على طاعة الله وحرصوا على مرضات الله لأنه لا ينبغي أن يمر عليكم هذا الشهر الكريم إلا وقد خركتم منه بمغفرة من الله تبارك وتعالى لأن شهر رمضان لو يعلم العباد فيه ما فيه من الخير لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان من مزايا شهر رمضان الكريم المبارك أيضا أيها الأحبة أن شهر رمضان شهر يزاد فيه في رزق المؤمن شهر من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعطقا لرقبته من النار ففي الحديث الطويل الذي أخبرنا فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه في أواخر شهر شعبان وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أظلكم شهر عظيم مبارك شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا في هذا الحديث يبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من المزايا التي أعطيت لهذا الشهر أنه شهر يزاد فيه في رزق المؤمن ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار وكان له من الأجر الذي هو مثل أجر الصائم تماما دون أن ينقص من أجر الصائم شيء أرأيت أخي الكريم هذا الفضل وهذا التكريم الذي أعطاه المولى تبارك وتعالى لهذا الشهر وأعطاه المولى تبارك وتعالى للصائمين ولذلك كانت الفضائل والمزايا التي أعطيت للأمة الإسلامية في هذا الشهر العظيم المبارك لا تحصى ولا تعد نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أيضا أعطيت الأمة الإسلامية فيه من الخصال ما هو معلوم لدينا منها أنه إذا كان أول ليلة في رمضان نظر المولى تبارك وتعالى إلى الأمة الإسلامية ومن نظر الله إليه لا يعذبه الله أبدا ولذلك ينبغي على المرء ألا ينظر المولى تبارك وتعالى إليه وهو يقدم على معصية وهو مقبل على عدم طاعة بل ينبغي أن ينظر المولى تبارك وتعالى إلى العبد وهو مقبل على طاعة الله وهو فرح مسرور بقدوم شهر رمضان لأنه شهر تغفر فيه الزلات لأنه شهر يتوب فيه العاصي لأنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران ولذلك بيّن لنا المصطفى في الحديث بأن في أول ليلة من ليالي هذا الشهر ينظر المولى تبارك وتعالى إلى الأمة ومن نظر إليه المولى تبارك وتعالى لا يعزبه أبدا من المزايا أيضا لهذا الشهر ومن الخصائص التي أعطيت للأمة الإسلامية بأن خلوف أفواه الصائمين أطيب عند الله من رائحة المسك خلوف أفواه الصائمين أطيب عند الله من رائحة المسك هذه الرائحة التي تخرج من فم الصائم في نهاية يومه رائحة مستكرهة رائحة كريهة تخرج نتيجة خلو المعدة من الطعام يتأزى منها الإنسان ولكن هي عند الله تبارك وتعالى أطيب من رائحة المسك لماذا؟ لأن هذه الرائحة إنما نتجت عن عباده ونتجت عن طاعة وبناء على ذلك فكل ما يقوم به الإنسان في طاعة المولى تبارك وتعالى وفي معية المولى تبارك وتعالى وما يترتب على هذا الأداء من تعب أو مشقة أو كذا أو كذا فهو عند الله تبارك وتعالى له مكانته ومنزلته خلوف أفواه الصائمين أطيب عند الله من رائحة المسك هذه ميزة أخرى من المزايا التي أعطاها المولى تبارك وتعالى لهذا الشهر العظيم المبارك فتح الله عليكم فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز والحقيقة فضيلة الدكتور رمضان عبد العزيز تحدث عن فضائل هذا الشهر الكريم بشيء من التفصيل والحقيقة هذا المعنى وهذا الكلام الطيب يطرح علينا السؤال الأهم كيفية اغتنام كل لحظة وكل وقت في هذا الشهر المبارك مصداقا لحديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه وهذا هو سؤال لفضيلة الدكتور صبري الغيات كيفية اغتنام هذا الشهر المبارك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد بداية أرحب سستامر أرحب بفضيلة الدكتور وأرحب بالسادة المشاهدين جميعا ونحن نلتقي في ظلال شهر كريم عظيم مليء بالنفحات وملئ بالبركات والحق أيضا أن الحديث يطول بنا جدا حول أفضلية الصيام ولكن كي لا يتشعب الحديث بنا لنا أن ندرك أن الحق تبارك وتعالى خص الصيام ذاته بفضائل وخص الصيام مرتبط بالزمان بفضائل عدة فمن خصائص الصيام التي اختص الحق تبارك وتعالى بها الصيام باعتباره عبادة من أفضل العبادات ومن أفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى أن الصيام مغفرة للذنب أيا كان سواء كان الصيام في شهر رمضان أو كان في غير شهر رمضان الصيام يكفر ذنب الإنسان ويغسل خطاياه ويغسل زنوبه ويخرج من زنوبه كيوم ولدته طيب أيضا الصيام له عند الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة ولذلك رأينا أن الحق تبارك وتعالى أضاف الصيام إلى نفسه قال الصوم لي وأنا أجزي به تخيل ربنا سبحانه وتعالى يعطي للإنسان في كل عبادة وفي كل حسنة يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى يضاعف له الحسنات كما في الحديث الصحيح يضاعف الحق تبارك وتعالى الحسنات للعباد إلى عشرة أضعاف ثم إلى سبعمائة ضعف ثم إلى ما شاء الله أما الصيام فهذا خاص عطاؤه بالحق تبارك وتعالى قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به له ربنا سبحانه وتعالى خص ذاته أو خص نفسه بالصيام قال العلماء لأن العبادات جميعها ربما يداخلها أو دخلها الرياء يعني ربما صلى الإنسان وكان في صلاته شيء من المرآة ربما كان في الحج شيء من المرآة ربما كان في الصدقة شيء من المرآة العبادة الوحيدة التي يتحقق فيها الإخلاص والصدق مع الحق تبارك وتعالى هي عبادة الصيام لأن الإنسان إذا أراد أن يراء الناس بالصيام فله أن يبتعد عن أعين الناس وعن أعين الرقباء وأن يفتر ولكنه يحافظ على صيامه حتى في خلوته مع الله تبارك وتعالى فبذلك يتحقق الإخلاص في العمل لله تبارك وتعالى وبذلك يكون الصيام هو أدل الأعمال وأكبر الأعمال دلالة على إخلاص العبد لله تبارك وتعالى ودعني أستامر ألتقط من كلام شيخي وأستاذ الدكتور رمضان محطات أو ألتقط من كلامه دررا أستنير بها ونستنير بها مع السادة المشاهدين في حديثنا وفي كلامنا عن الصيام وفضائل الصيام فضل معالي الدكتور فضلت الدكتور تكرم وذكر أن الحق تبارك وتعالى اختصى شهر رمضان أو اختصى الأمة بشهر رمضان وفضائل شهر رمضان وفي شهر رمضان أيضا اختصى الحق تبارك وتعالى بأن أنزل فيه القرآن واختصى أيضا بأن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر الحق تبارك وتعالى فضل كما تكرم فضلة الدكتور فضل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض وبعض العبادات على بعض بل وبعض الخلق على بعض وبعض الرسل على بعض وبعض الملائكة على بعض لكن ما هي الحكمة من هذا التفضيل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جاب لنا شهر رمضان كده في كل سنة هذا الشهر الفضيل ويقول لنا إيه؟ من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ويقول لنا إيه؟ من فطر فيه صائما كان له مثل أجل الصائم من غير أن يوقص من أجله شيء ويقول لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان إلى رمضان يكفر الزم هذه الخاصية وهذا الاستفاء لشهر رمضان هنلاقي أن له بعد فكري عميق إذا كنا نتحدث في مجال الفكر المعنى هنا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما بيفضل وقت على آخر أو يختص وقت كده بالتفضيل بيفضل ده علشان الوقت ده فيه صفائية معينة يعني شهر رمضان ده كلنا بنشعر بالصفائية فيه بنشعر بالصفائية والصفائية دي جاية منين؟ جاية لأن الإنسان بيترك الطعام والشراب والشهوة طب إيه الطعام والشراب والشهوة؟ لدينا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وحدثنا عن خلق الإنسان أخبرنا سبحانه وتعالى أن الحق أنه خلق الإنسان من طين ثم نفق فيه من روحه سبحانه وتعالى إذن الإنسان عندنا متكون أو مكون من أمرين الطين أو الطينية اللي هي الجسد باحتياجاته وبملزاته وبشهواته وبغرائزه والنفس البشرية وما فيها من الحناءات والعطافات وأحبها للشهوة وما إلى ذلك ثم في هذا الجسد في هذا المخلوق العجيب في هذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى نفق فيه من روحه أنت فيك شيء من نفقة حق تبارك وتعالى أنت فيك شيء من نور الله تبارك وتعالى لكن هذا النور لا ينجلي ولا يظهر إلا إذا تخليت أو بدأت أن تتخلى عن ماديتك شيئا فشيئا هنا يبدأ النور في الإشعاع ويبدأ النور في الانطلاق وتبدأ النورانية داخل الإنسان المسلم في أن ترى حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه في رواية الإمام البخاري ينظر مش يارى لأن الرؤية دي ممكن تكون رؤية قلبية ولكن في رواية الإمام البخاري يقول فإنه ينظر بنور الله فكأنه بهذه النورانية أو كأنه حينما تخلى عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وعن غرائز النفس ووساوسها وهواجسها لما تخلى عنده بدأت الروح بتاعته تظهر بدأت النورانية اللي فيه تظهر فالنورانية دي هتعمل إيه هتفض على أخلاق وهتفض على سلوكيات وهتفض على جوارح ولذلك أول حاجة إحنا بناخدها من الصيام إن الإنسان لما بيقوع كده والجوع يقرصه أم يشعر بمين يشعر بالفقراء أنت تشعر بالجوع في شهر معين أو تشعر بالجوع في وقت فقط ولكن الفقراء يشعرون بالجوع في كل وقت أنت تصوم وتشعر بالجوع اختيارا ولكن الفقير يشعر بالجوع اضطرارا لأنه لا يملك فمن هنا كانت الصيام مدرسة أو كان الصيام مدرسة وتربية للأخلاق وتهزيب وتزكية للنفوس البشرية في أن تتربى وأن تتعلم أن يعطف الغني على الفقير وأن يرحم الكبير الصغير وأن يرحم القوي الضعيف الصيام مدرسة تتجلى فيها أخلاق الإسلام قاطبة حتى لو قلنا بأن الصيام هو مدرسة أعدها الحق تبارك وتعالى لكي يدرب الصائمين ولكي يدرب عباده المسلمين على أن يتراحموا فيما بينهم وعلى أن يعيشوا بأخلاق الإسلام العليا وعلى أن يطبقوا مثل الإسلام العليا لما تجاوزنا في ذلك قلنا بأن الصيام أيضا له خاصيتين خاصية باعتبار الصيام أو فضائل باعتباره صيام بعيدا عن ارتباطه بالزمان ثم فضائل أيضا مرتبطة بالزمان من فضائل الصيام التي هي ليست مرتبطة بالزمان أيضا أن خلوفة أو خلوفة والنطق خلوفة من الصائم كما حقق العلماء أن خلوفة من الصائم عند الله أطيب من ريح المسك دي لكل صائم سواء كان صائم في شهر رمضان أو صائم في غير شهر رمضان الصيام التطوع في الأيام العادية الصائم ده خلوفة من الصائم عند الله تبارك وتعالى أطيب من إيه؟ أطيب من ريح المسك لأطيب من ريح المسك لأنه نابع عن عبادة هو نتج عن إيه زي ما قال فضلته الدكتور نتج عن خلو المعدة والراحة دي إحنا نكرهها إحنا قد نتأذى منه لكنها عند الله تبارك وتعالى أفضل من ريح المسك في علماء ألو في الدنيا والآخرة وفي علماء ألو في الآخرة لكن دي من خصائص الصيام سواء كان في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان أيضا من خصائص وفضائل الصيام غير مرتبط بزمان علشان ده يعني نشيع بقى الأفضلية في الزمان إذا كان شهر رمضان هو شهر له أفضلية خاصة وشهر له نورانية خاصة وشهر له تجليات خاصة إذا أردنا أن نشيع هذه الصفائية اللي في شهر رمضان وهذه النورانية اللي في شهر رمضان في سائر الأيام وفي سائر الشهور فإحنا عندنا الصيام مطلق في السنة كلها إلا الأيام اللي العلماء نصوا على تحريم أو كراهة الصيام فيها هنا سيدنا نبس حسلم يقول عن الصائم أيضا بصفة عامة وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ده برضو الصيام مطلق مطلق الصيام إنسان لما يصوم تطوع أو يصوم في شهر رمضان له فرحتان بصيامه له بصيامه فرحتين فرحة عند فطره وفرحة عند إيه عند لقاء ربه طب الفرحة عند فطره بأنه خلاص يعني أدى الطاعة مش إنه حياكم يعني بعض الناس تفهم والفرحة إنه خلاص تحير من الطعام ثم مقبل على الطعام لا الفرحة إن ربنا وفأني لأتمام الطاعة إن أنا أتمت اليوم ده وإن أنا حفظت مسكت على نفسي من الشهوات ومن كذا ومن الرفس ومن الغيبة ومن النميمة لأن الصيام يا أستمر وهوش بس صيام عن الطعام والشراء لا صيام عن كل ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى ختم آيات الصيام بيقول إيه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون طيب إيه دخل الآية بالحديث عن الصيام يقول لك الله أيوة ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما فرض عليك الصيام شهر كامل وإنت بدأت تصوم وبدأت تتحكم في نفسك إن أنت ما تقربش الحرام تيجي حتى إن سيدنا نفسه صلى الله عليه وسلم يقول كده الصوم إيه جنة يعني وقاية وقاية حتى من يعني وقاية من النار في الآخرة ووقاية من الوقوع في الأخطاء وفي المعاصف في الدنيا في يوم الصائم يقول كده سيدنا نفسه صلى الله عليه وسلم الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب ولا يجهل وإن مرؤن شاتمه أو سبه أو قال له كلام مش كويس فليقول إني إيه إن مرؤن صائم إذن إنت في اليوم بتاعك كاملا هتقدر حتتدرب على أن تقي نفسك الشهوات وتقي نفسك الطعام وتقي نفسك الشراب وتقي نفسك الحرام المطلق فإذا أتممت شهر رمضان بهذه الكيفية واستطعت أن تتحكم في أخص نزوات النفس البشرية بعد ذلك أي أجدر بك أو أيكون حقيقا بك أن تنغرس في الحرام أو في أكل أموال الناس بالبطل ولذلك ربنا أل كده إذا أنتوا اتدربتوا على ده وإذا تعلمتوا أنتم ما بتكلوش الحلال بتحرم نفسك من الحلال الطيب بالرزق الحلال الطيب في شهر رمضان وفي الصيام فبعد ده خد درس أنت ما تكلش أموال الناس بالإيه ولذلك قال كده ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وكأنه يعني ربنا سبحانه على يتحجب من هؤلاء الذين يدلون بالأمور هذه إلى الحكام ليأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وكأنه الكلام ده وتدلوا به إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون كأن فيه وخز للضمائر والسستان صحيح لا يبتح ليكا دكتور أنتوا تعملوا كده ازاي بعدما تخلصوا شهر رمضان اللي صوم رمضان ده المفروض أنه يتعود على الحلال ويتعود على الطيب حرم نفسه من الحلال وحرم نفسه من الطيب هل بعد ذلك يمكن له أن ينغمس في الحرام لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل إذن درس الكبير اللي احنا عايزين ناخده والمشاهدين معانا في هذا الدرس العظيم إن إحنا شهر رمضان ده لابد إن إحنا نتخذه كدورة تدريبية مرحلة إحنا بنضرب فيها نفسنا هو دي الحقيقة بتاعته هو ده المعنى الكبير من شهر رمضان ومن فرض الصيام في شهر رمضان إن إحنا في هذا الشهر الإنسان يتدرب على الطاعة ويتدرب على ترك المعصية ويتدرب على أن يكبح جماح نفسه حتى في أخص الخصائص اللي بها حياتك وبها قوامك الطعام والشراب الإنسان يعني بعض الناس وإحنا في المساجد تلاقي بعض الناس مش قادرة والدكتور قال له ما تصومش ومع ذلك جاي يسألك يقولك أنا حايز أصوم أنت متخيل حب الناس للصيام يعني أنت معاكل الرخصة بتاعتك ممكن يكون مريض سكر أو ممكن يكون مريض بأي مرض يعني ربنا عافينا وإيش مرضان ومرضى المسلمين ومع ذلك تجده جاي يسأل والمرأة تسأل عايزة تشارك في الآيه عايزة تشارك في الصيام طيب أنت أخذت نفسك بما تكره وشديت على نفسك وحرمتها من متعل وملزات الحياة ومن الطعام ومن الشراب بل من الضروريات يمكن العلاج اللي يمكن أنت تتأثر به ومع ذلك إيه تصوم فده المفروض أن يكون دافع لك بعد كده في الـ 11 شهر البقيين طول السنة أن أنت تسير وفق منهج الله تبارك وتعالى وأن أنت ما تقربش الحرام وأن السنة ده تحافظ عليه زي ما كنت محافظ عليه في شهر الرمضان زي ما سيدنا نبسه صلى الله قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجرع وعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا إيه إلا طول الصهر يعني إيه الحديث ده خطير قوي يا ستاني خطير جدا بعض الناس بتفهم الكلام ده أو بتفهم أننا خلاص طالما أنا ما باكلش وما باشربش وقاعديني قاعد لحد المغرب وخلاص وكده لا ده أنت كده ما خدتش من الصيام بتاعتك وما خدتش من الجزاء الصيام بتاعتك إلا أن أنت حرمت نفسك يعيني من الجوع ومن الطعام والشراب أنت عانيت الجوع وعانيت العطش وعانيت الكلام ده في طول النهار لكن للأسف أنت ما خدتش سواب ليه لأن أنت ما صمتش عما حرم الله تبارك وتعالى أنت صمت عما أحل الله من الطعام والشراب والحاجات الطيبة الحلال والشهوة الحلال ولكنك أنت خط في أعراض الناس ولكنك أنت اغتبت جارك اغتبت أخوك ما صلحتش بينك وبين جارك ما صلحتش بينك وبين أخوك ولذلك هو شهر التواد والتراحم شهر بنتعلم فيه أخلاء الإسلام العليا شهر ربنا سبحانه وتعالى جعلوا دورة أو فترة تدريبية للإنسان المسلم إزاي يعيش بأخلاق القرآن الكريم طيب استكمالا أيضا لما تحدث عنه فضيلة الدكتور ويعني نلتقط درر الحديث من حديثه نسأل الله أن ينفعنا لعلومهم اللهم يميني رب العالمين الصيام أو شهر رمضان أو ارتباط بقى فضائل الصيام بشهر رمضان يعني ارتباط العمل بالزمان شهر رمضان در ربنا زي ما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقار هداية ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة لشهر رمضان إن ربنا هدانا إحنا كأمة إسلامية لشهر رمضان هذه الهداية تحتاج منا إلى حمد وإلى شكر ولتكبر الله على ما هداك إن ربنا سبحانه وتعالى هدانا لهذا الشهر وظل عنه غيرنا فتلك خاصية عظيمة جدا من الحق تبارك وتعالى سبحان الله من فضائل الصيام اللي مرتبطة في شهر رمضان بالزات إن شهر رمضان ده فيه الصيام وفيه القيام الاثنين مع بعض يعني سيماني سيدنا رسول صلى الله جعل الله صيام يومه فريضة وقيام ليله تطوّع وإذا كان شهر القرآن فإنت طول النهار تجد الناس بتختم القرآن الكريم في شهر رمضان من الناس من الآن من يستعد لشهر رمضان بأنه يختم القرآن ختمة ويختم القرآن ختمتين وكان بعض السلف وبعض الصالحين يختم القرآن ثلاثين ختمة يعني كل يوم يختم ختمة للقرآن الكريم إيه الجمال ده إيه الجمال ده ختم القرآن الكريم وتلوية القرآن الكريم أصلا سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ايه نوم الصائم عبادة صحيح بعض الناس بيحر فيه يقولون نوم الظالم هي نوم الصائم عبادة عشان بس صحيح ايه صحيح نوم الصائم عبادة وسكوته تسبيح تخيل وده بقى يعني ايه في شهر ربضاء تخيل ان الصائم لما بينم مرحق ومتعب شوية كده من الصيام وينم شوية النبي صلى الله عليه وسلم يقول النوم ده يتطور عبادة كأن ربنا بيكتب لك بالايه بالنوم ده وانت صائم علشان انت بتتقوى على الصيام حتى تكمل فكأن انت في عبادة طيب وسكوتك كده لما تعود ساكت كده ما تتكلمش وسكوته تسبيح سبحان الله حقيقة شهر رمضان في كل لحظة وفي كل حين هي تجليات من رب العزة وهناك الكثير من الأمور التي لا بد أن نتدبرها يعني ليس فقط قراءة للقرآن ولكن أيضا تدبر للقرآن الكريم واتخاذ من هذا الشهر المبارك هو دورة تدريبية لعام من أهل خير الدائم والبركة وكل ما هو طيب في هذا الشهر المبارك بشكر ضيوفي الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف وأيضا الشكر موصول لفضيلة الدكتور صبري غياتي مدير الدعوة بمدرية الأوقاف بالجيزة الحقيقة في هذا الملتقى طرحنا هذا الموضوع الهام فضل الصيام وأيضا نرفع الشعار يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر هنا لحظات نورانية أيام مباركة اختنموا كل لحظة وكل وقت في هذا الشهر المبارك ودائما ندعو إلى خبيئة مع الله عز وجل اجعلها في الصيام وفي القيام وفي كل ما هو صالح في هذا الشهر المبارك وكل عام وحضرتكم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة